اليوم سنستعرض قصة جار غريب جار لا يتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين جار لا يرى العيب في نفسه بل يبحث دائما عن ضحية يلومها على كل ما يعكر صفو حياته في كل حي هناك من لا يكترث بحدود الأدب والاحترام جار يزعج الآخرين ويزعج نفسه أكثر ولكن هذا الجار تحديدا لم يكتفي بإزعاج جيرانه بل اختار أن ينشر غسيله الوسخ على الملأ ويصر على أن الرائحة الكريهة التي تفوح من منزله تأتي من الجار المغرب هذا الجار لا يستحي من أفعاله بل يستمر في نفس سمومه ومحاولة إلحاق الضرر بجاره الذي طالما كان مثالا للنقاء والصفاء لا يعرف أن حقده وكراهيته سيؤديان في النهاية إلى إحراق نفسه قبل أن يمس أي شخص آخر المغرب هذا الجار يواجه كل هذه المؤامرات بحكمة وصبر ويخرج من كل محاولة لتلويث سمعته أكثر بياضا ونقاءا تماما كالثوب الأبيض الذي لا تلطخه أياد الحقد مهما حاولت إلى متى سيظل هذا الجار يصر على توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب وإلى متى سيستمر في محاولاته الشيطانية للإضرار بجاره الجواب ليس بيدنا لكنه مؤكد أن هذا الجار سيكتشف يوما ما أن نار الحقد التي يشعلها لن تحرق إلا نفسه ترجمة نانسي قنقر